اشتركوا في القناة مصادر اعلامية في سوريا تتحدث عن مقتل 61 مدنيا سوريا بينهم اطفال ونساء في الغارات الجوية الروسية المتواصلة على مدينة حلب ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون العام الدراسي الجديد استعداد حديث لتحقيق النتائج اهلا بكم الى التفاصيل اكد الوزير الاول السيد يحيى الحدمين انه لا مساومة في تجسيد خيار فقابة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز بمحاربة الفساد جاء ذلك خلال لقائه صباح امس بقصر المؤتمرات في الواكشوب بالامرين بالصرف في مختلف قطاعات الحكومية متابع ملخصا لاهم محاور كلمة الوزير الاول خلال هذا اللقاء خلال اجتماعه بالامرين بالصرف في مختلف القطاعات الحكومية حرص الوزير الاول سيد يحيى الحدمين على تأكيد ان محاربة الفساد خيار استراتيجي لرئيس الجمهورية منطلاقا من قناعة سيادته الراسخة بكون الفساد هو ابرز معيقات مسار التنمية وبان وسائل ضخمة وهدرت في الماضي واثقلت كاهل الشعب الموريتاني بديون باهرة لم تعطي اي تنتيجة بسبب الفساد الذي استشرع ايضا تذيره السلبي والمباشر على الاخلاق العامة لدرجة انها اصبحت تشرعه وتحميه الوزير الاول اوضح ان محاربة الفساد امر لا رجعت فيه لكنها تتطلب تكامل الجهود الاجتماعية والسياسية والثقافية والاخلاقية والتربوية الى جانب جهود الدولة ومؤسساتها الرقابية مؤكدا ان مسؤول الدولة بجميع مستوياتهم يشكلون سلسلة متكاملة من الحلقات تؤنى كلها بتنفيذ مهام وسياسات الدولة وان اي خلل في اي مستوى من تلك الحلقات سيؤثر سلبا على مجموع الاداء العمومي وذكر الوزير الاول بان رئيس الجمهورية اصدر مذل تسلمه مقارد الحكم في البلاد تعليماته بوجوب اتخاذ كافة التدابير لمحاربة الفساد بجميع مستوياته وبكافة اصنافه وفي هذا الاطار تم القيام بخطوات عديدة على المستوى المؤسسي والقانوني والاجرائي فعلى المستوى المؤسسي تم انشاء وتفعيل مؤسسات الرقابة والتفتيش كما تم انشاء هيئات لشفافية في مجالات المعادن والصيد البحري اما على المستوى القانوني فقد استهدثت قوانين تعزز محاربة الفساد وتضع ضوابط للتسيير تحد من هامش التسيب المالي وتسهل المراقبة مع ضبط مساطر واجراءات الصفقات العمومية وفق مقاربة تضع حدا للفساد وللتلاعب بتنفيذ المشاريع واشار الوزير الأول في هذا الصدد الى القيام بتفتيش منتظم طال معظم المرافق العمومية وعطى نتائج مرموسة مكنت من استرجاع مبالغ كبيرة كما تم التحكم في السير ومراقبة الصفقات العمومية من خلال لجان قطاعية ورقابية وسلطة تنظيم وقلصات المصارف التي كانت سببا في هدر المال العام مثل ميزانيات التسيير والسيارات العمومية والاكتتاب الزبوني والتسيب الإداري واشدد الوزير الأول سيد حيو الحدمين على أن الموارد التي تخصصها الدولة لمشارعها وبرامجها وانشطتها المختلفة يجب أن تصرف فيما خصصت له بشفافية ومسؤولية وليس من أجل تحقيق المصالح الشخصية المادية أو المعنوية الضيقة واتحدد الوزير الأول عن استرجاع الدولة لمليارين وسبعمائة مليون وقية وتوفير 1500 فرصة عمل جديدة من خلال الاستغناء عن الأشخاص الوهميين والقضايا على ظاهرة تعدد الولايف وأوضح الوزير الأول أن عمليات التفتيش والرقابة على المال العام ستتواصل لتتجاوز المجال المالي وتشمل كل مظاهر الفساد الأخرى وأحذر الوزير الأول في هذا الصدد من أي هدر للمال العام أو تلاعب بعجه صرفه أو زبونية في اختيار الموردين مؤكدا ضرورة التوقف عن أي اكتتاب أو تعاقد خارج الضوابط المحددة وضرورة التوظيف قدرات العاملين وموائمة الموارد البشرية مع حاجات العمل في القطاعات الأمومية ويطالب الوزير الأول بتفعيل التقييم الإداري وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة وتمكين المعاونين من ممارسة صلاحياتهم المحددة مع استمرار الرقابة والتقييم والعمل بروح الفريق وبلغة الأرقام أوضح الوزير الأول أن الناتجة الوطنية الخام ارتفع من 700 مليار أوقية سنة 2008 إلى 1600 مليار أوقية في الوقت الحالي بفضل انتهاج سياسة محاربة الفساد كما أن ميزانية الدولة ارتفعت هي الأخرى من 240 مليار أوقية سنة 2008 إلى 460 مليار أوقية سنة 2016 وتضاعفت ميزانية الاستثمار مرات حيث انتقلت من 32 مليار أوقية سنة 2008 إلى 124 مليار أوقية سنة 2016 أطلقت وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع منظمة استثمار نهر السنغان سلسلة دورات تكوينية ببلدية التيكان بولاية الترارزة لصالح الفاعلين في الصيد القاري تدخل هذه الدورات ضمن خطة حكومية لتحسين مستوى الانتاج المحلي من السمك وتعزيز قدرات الصيادين ليست حصة لمحو الأمية الأفجدية ولكنها أول دورة تكوينية من نوعها لتعليم سكان الضفة طرق وأسالب الصيد القاري وفوائد السمك المحلي اقتصاديا وصحيا وزارة الصيد والاقتصاد البحري وبالتعاون مع منظمة استثمار نهر السنغان أطلقت سلسلة دورات تكوينية في هذا المجال ضمن خطة عمل حكومي للفترة المبتدة ما بين 2015-2019 تتنزل هذه الدورات بإطار خطة العمل المواكبة باستراتيجية التسير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 التي وفقا للتوجيهات النيرة للسلطات العليا أولت أهمية استذنائية غير مسبوقة للصيد القاري والاستزراع السمكي من خلال استحداث إدارة خاصة بهما ووضعهما في صدارة البرنامج عمل قطاعنا الرامي إلى تحقيق الأمن الغذائي وامتصاص البطالة المحلية وخلق أنشطة مدرة للدخل حيثما وجدت ذروة سمكية قابلة بالاستغلال المشروع الطموح يهدف بحسب هؤلاء من بين أمور أخرى إلى تطوير تقنيات الصيد المحلي بما يمنح استفادة أكبر من ثروتنا البحرية التي تتوزع بين المحيط والمياه النهرية والسطحية وهو مجهود حظي بالإشادة من طرف المنتخبين والسكان إن سكان بلدية كان متعطشون للاستجادة من حوض النهر لكن الوسائل والجهل واللا يعيقان هذه الرغبة إن التكوين المواطنين على الصيد القاري وزراعة الأسماك يعني من بين أمور أخرى تغطية الحاجة الغذائية للصيادين أنفسهم والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل هذا المركز الفريد من نوعه في المنطقة والمتخصص في حفظ الأسماك وفي تكوين الفاعلين في مجال الصيد القاري يشكل نواة الخطة المرسومة لاستغلال أمثل للإمكانات المتوفرة والتي من شأنها أن تساهم في الحد من الفقر وتحسين مستوى الأنماط الغذائية لدى السكان انطلقت اليوم بمقاطعة دار النعيم بولاية واكشوط الشمالية عمليات سحب مياه الأمطار عن المؤسسات المدرسية بولاية واكشوط الثلاث تستهدف هذه الحملة التي تدخل في إطار التهية لانطلاق سنة الدراسية 2016-2017 شفط المياه عن 36 مؤسسة تعليمية ومن ثم رد مؤذار الأمقار في الساحات المدرسية تقرير القالية أنت عمر شاين الزيارة الميدانية التي أدتها الأمينة العامة لوزارة التهذيب الوطني رفقة السلطات الإدارية في ولاية واكشوط الشمالية كانت بهدف الاطلاع على وضعية بعض المدارس في الولاية التي تضررت من التهاتلات المطارية الأخيرة التي شهدتها العاصمة وذلك في إطار الاستعداد لإفتتاح العام الدراسي الشديد نظرنا هذه المدارس المتضرر من الأمطار الأخيرة في إطار عملية تهيئة لإفتتاح المدرس هذه العمل تنسأ لجنة فنية متفرعة يرأسها مستشار الوزير الأول يتشارك فيها مزارة التهذيب الوطني طريق الأمينة العامة والعملية الجارية اليوم في هذه الولاية على مستوى مقاطعتين دار النعيم وتيارت في عدة مواقع متزامنة نحن الآن في موقع ذنوية الامتياز في الولاية الشمالية كما تلاحظون العمل يجري على قدم وساء نأمل أن ينتهي إن شاء الله في نهاية هذا اليوم يذكر أن لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول تم تكليفها بشفط المياه عن مدينة واكشوط وتتكون من عدة قطاعات وزارية منها قطاع التهذيب الوطني الذي يسعى لتهيئة مختلف المؤسسات التربوية التابعة له قبل موعد الافتتاح المدرسي الذي حدد في الثالث من أكتوبر المقبل نسرة لا تزال متواصلة وتتابعون في ملفها لهذه الليلة العام الدراسي الجديد استعداد حديث لتحقيق النتائج أهلا بكم مجددا في نفس السياق تساهب فرق الحماية المدنية بشكل كبير في تخليص مقاطعات واكشوط من المستنقعات والفرق التي سببتها الأمطار الأخيرة التقرير التالي يرصد جهود فرق الحماية المدنية لسحب مياه الأمطار من الشوارع والساحات تقرير مينته من تبار عمليات سحب المياه الناجمة عن التساقطات المطرية التي شهدتها العاصمة في الآوينة الأخيرة ما زالت متواصلة فهنا على مستوى نواكشوط الشمالية تباشر الحماية المدنية شفط المياه من الأحياء المتطررة في هذه الولاية رجال نرى ما بهم حب الوطن وخدمة المواطن في حضن المخاطر يصارعونها أينما حلت لا يبالون هدفهم التغفيف من المعاناة وتلبية النداء والتدخل عند الاقتضاء هذه السنة قايمين بحملة نطاق خطة مبرمجة عند لجنة وزارية معالي الوزير الأول السلطات الإدارية هي التي تحدد الأولويات بلد العمل تنسيق معالي السلطات الإدارية بإشراف مستشار الوزير الأول المكلف بهذه العملية إذن هاي الخطة اللي وعدلت وزعت نواكشو وعات الحماية المدنية من التوالية منها الولاية الشمالية الولاية الشمالية الحمد لله فانهارت لولي الطرق حركت السير وقلب على لا كلمة وانزلنا للميدان بهالي كيف تعرفوا فخامة الرئيس محمد العبد العزيز مهم عنده هذه الناس الضعاف تعود ما تخلى على الهامش ينعرف لهالشي يخفف عنها الضرر وتنزار في ممكن تهيلين ينقل عنها الضرر وهو يلقمنا به مع المصالح الأخرى معانية معانا بهذا الميدان ونحن العمل متواصل إن شاء الله وما هو لا يتوقف ما حد في منزل واحد متضرر وتواصل الحماية المدنية العمل الليلة بالنهار للتغلب على آذار الأمطار وإنقاذ مساكن المواطنين التي حاصرتها المياه ذي المجيحنا مهم عندنا ومسجعنا ومفرحنا لأن الدولة حلت فينا العين دورة تحللنا مشاكل المواطنين ذي المياه اللي قارقة فيها الناس الحماية المدنية جاءتنا رفع أخبار ذلك قطع عنهم ذمنين وشاكرين لهم ولي ذلك المجهود القائمة به ولأن اختارها تخلينا شي منه وتدخل عمليات سحب المياه التي تقوم بها الحماية المدنية عن المسالك العامة والمرافق العمومية ومساكن المواطنين في إطار الجهود التي سخرتها السلطات العمومية لهذا الغرض بدأت العاصمة تستعد شير فشيئا حيويتها وعاد المواطنون نسبيا إلى أماكن العمل وذلك بعد حوالي شهر من العطلة توجه خلاله السكان للبواد والأرياب للراحة والاستجمام والاستمتاع بمناظر الخريب الخلاب المختار بابا والأحمد يرصد في تقرير تالي بداية العودة إلى العاصمة بعد العطلة السنوية حركية المرور في العاصمة بدأت تنشط في الاتجاه المعاكس خاصة بعد أيام العطلة الصيفية التي تميزت بهجرة مبرمجة من المدينة إلى البادية حيث حرص معظم سكان على تشجيع السياحة المحلية والخروج قليلا عن ضوضاء العاصمة لأخذ قصة من الراحة في جو أصيل في البادية قمت بتنافل جديد مثل أنا ما شاء الله تقلت وقمت بتنافل حامل نامس ياسر ما يخرب خرب لأهو المرات التالية الناس كيف تشيبها سنتهات الجبال وقمت بتنافل لأهو تقريبا الشهر الله شهرين الناس خلصوا كامل فبعد بدأت ترجع من دارك أسبوع لا يتخلي رقائس تخلي همي واتات اللهم ما شنجا ينعد أنا بعد كنت شو لأهو نامس والبادية بعد زين نقول لأهو نامس نامس خاوي ما كان في حق وظهرت في العيد نهار العيد في المرسكي تفتح وماء خاوي والناس وذلك بعد لباس بين نهاية العطلة وبداية العودة إلى أماكن العمل فترة ليست من أفضل الفترات بالنسبة للناقلين خاصة الذين استفادوا كثيرا من سفريات عطلة العيد أنا ناقل مبارس ونواكشو وبغض النظري عن حالة الطقس وما تنيز به العاصمة هذه الأيام من أجواء ساخنة يتوقع أن تشهد مقاطعات واكشوط التسع إقبالا متزايدا من لدن السكان الحريصين على تسجيل أبنائهم في المدارس التي ستفتح أبوابها قريبا تشهد أسواق الخضار في العاصمة هذه الأيام إقبالا متواضعا أثر على حركية هذه الأسواق وذلك لأن كثيرين من سكان العاصمة كانوا يتواجدون خارجها للاستمتاع بأجواء فصل خريف عدنان عبدالله عبدالله تقريرا عن الموضوع سوق الخضار الرئيسي بقلب العاصمة ظهيرة اليوم الأول من عطلة الأسبوع أنواع مختلفة من الخضروات معروضة للبيع هنا بأسعار تتباير بحسب الأزمنة والفصول ولكل موسم خصوصيته وفق الباعة والزبناء تكاليف نقل واستيراد الخضار من الخارج وارتفاع درجات الحرارة التي تهدد صلاحية الخضار للاستخدام أكثر ما يؤرق التجارة هنا مما ينعكس سلبا على الأسعار التي تثقل كاهل الزبناء حال ارتفاعها سعار 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 وليوم وفيشين بقى 250 وطائح 270 ومتين وهمانية وطائح 200 ويوم بقى 220 ويوم يومانية وحدين ويومس طائحة وحدين 200 بقى 160 ويوم 750 ويوم وليوم بعد 220 240 سعار ماهو هاني بقى طائحة لكي ما عنده ما قد لك فيشي لا يقل في السوق لا يتوخذ خطرة زينة زين منشتاء ما تخسر إلينا وتخسرها ما عادي ولا هي وار وحالا فعلا خسرها ياسر ووار نتيجة لغمي فيه نوعا كاملة موجودة أنت تشوف دور في السوق كل شيء موجود طومات بصل كاروت كل شيء موجود دلاح كل شيء موجود الحمد لله الطلب على الخضروات لا يتوقف نظرا لكونها مواد حيوية دائمة لاستهلاك لكنه يتأثر بالضرف الزمني حيث يتواجد الآن الكثير من المواطنين خارج العاصمة لقضاء الخريف في الداخل الأمر الذي جعل حركة أسواق الخضار تشهد ركودا أثر سلبا على الطلب والأسعار أطلق تجمع شباب الوحدة الوطنية صباح اليوم من مقاطعة الرياض بولاية وكشوطة جنوبية قافلة تحسيسية حول ضرورة عناية الشباب بالصحة والتعليم الذين يشكلان أفضل ضمان للمستقبل عودة بلدية الرياضة سيد الشيخ والمعطة تحدث خلال حفل الانطلاق الرسمي لهذه القافلة على همية التحسيس بخطورة الأمراض الخريفية وكذا عن ضرورة الحث على التعليم مع اقتراب العام الدراسي الجديد بدوره منسق شباب الوحدة الوطنية السيد باه المحمد سالم أكد أن هذه القافلة ستشمل 12 نقطة بمقاطعة الرياض للتحسيس بخطورة الأمراض الخريفية وتوعية الأهالي بأهمية التعليم وشمل نشاط وتجمع تقسيم بعض مواد التنظيف والمتخرات على سكان الأحياء المستهدفة دولياً توفي العشرات في القصف الجوي الذي نفذته طائرات على مواقع المعارضة السورية في حلب وسط الحديث عن سيطرة الجيش السوري وميليشيات موالية له على مخيم حندرات شمال حلب بدعم جوي روسي وقالت مصادر إعلامية إن 61 مدنياً سورياً لقوا مصرعهم في القصف بينهم أطفال ونساء جراء غارات روسية تقول المعارضة السورية أن قنابل عقودية استخدمت فيها لقصف الأحياء المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب رفضت المحكمة الدستورية في القابون طعن المعارضة القابونية في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز الرئيس المتهي ولايته علي بونغو بفارق طفيف على زعيم المعارضة جانج بينغ بانتخابات السابع والعشرين أغسطس الماضي عقب قرار المحكمة دعا الرئيس علي بونغو إلى إجراء حوار سياسي يجمع أنصاره وخصومه للتحقيق مصلحة البلاد أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تبحث عن مشتبه فيه قتل مساء الجمعة أربع نساء على الأقل وأصاب رجلا بجروح داخل مركز تجاري في ولاية واشطن قبل أن يلوذ بالفرار قال المتحدث باسم الشرطة ولاية واشطن إن المشتبه فيه رجل من أصول أمريكية اللاتينية يرتدي ذيابا رمادية اللون هل أن نصل وإياكم إلى بلف النشر لهذه الليلة إذ تجري هذه الأيام لاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد الفين وستة عشر الفين وسبعة عشر وتعمل السلطات على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان التحضير الجيد للإفتتاح الدراسي من الف النشر لهذا المساء يتناول هذا الموضوع موضوع العام الدراسي الجديد استعداد حديث لتحقيق النتائج نهاية العطلة الصيفية تعني في حسابات الأسرة التربوية بداية عام دراسي جديد وبداية عام دراسي جديد تحتاج في نظر الأسرة التربوية إلى تحضير محكم لاستقبال الضيف الجديد بما يمكنه من قضاء قامته تسعة أشهر في ظروف تعكس مدى استجابة مخرجات الرسالة العلمية التربوية لتقديم الفائدة في المادة العلمية موضوع التدريس في مختلف محطات البرنامج ومحتويات المقرر الدراسي السنوي راجعين إن شاء الله عند هذه الافتتاح يعود ناجح وتعود رسالة رسالة أداها المعلم والأستاذ والوزارة من جهتهم والتي تعود لاستعدادات جيدة ويعود المدارس على استعداد تام لاستقبال الطلبة لنعود العام الدراسي ناجح يعود نسبة نجاح مرتفعة وتعود معنويات مرتفعة لدى الأستاذ والمعلم وراجعين عن العام الدراسي عنه ينجح البنية التربوية والتجهيزات بمختلف أنواعها عوامل تؤسس لجوانب هام من المرتكز التربوي وبجاهزيتها ونمط تشهيدها تخلق إطارا آخر يبعث للارتياح في نظر المربين سنة دراسية ناجحة يا الله تعود أول أول شي تعود تفتح في نفس الوقت اللي قررت الوزارة وتعود الطواقم جاهزة في بلدها بساتذة جاهزين لا يقرروا فصولهم كلها عنده جاهز بعض ما منقطع نفسيا من بل من إن كان ووافي من الراحة وجاهز لا هي يبدأ أعمله برامج مقطعة حسب الوقت حسب كل برنامج مثلا عنده فترة معينة زمنية ونين تنقبض من أليفها إلى آيائها بسيطة توفى مع الوقت الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر محط أنظار الجميع لاستبيان الجديد حول العام الدراسي الذي تتحدد بدايته مطلع أكتوبر المقبل المدرس ينبقى أن يحضر الدروس قبل أن يدخل في القسم وأن يكون تحضيره نفسيا ومعنويا وأن يكون مستعدا لما هو مقبل عليه إن شاء الله التنمين ينبقى أن يتحلى بأخلاق طيبة وأن يحترم معلمه وأن يموال يواكب دروسه ويرجع واجباته الأباء كذلك ينبقى أن يساهم في العملية التربوية وأن يؤين على إنجاح هذه السنة وعلى إنجاح الدراسة بتهديب أبناعهم الرسالة التربوية في جزئياتها عبء يقتضي تحمله تضافر جهود كبيرة لترتيب البيت التربوي بطريقة التي تفصل البرامج على مقاسات الوقت طيلة العام الدراسي نصب التلاميين أن يجوه في وقتهم نهار لول من مفتاح المدرسة يجوه وأن يبقى التلاميين يستعد ويجوه ويسجل خاصة الرياضيات مادة مرتبطة ويجوه ندعو كانوا الناس تلامي يطيلوا في وقتهم في تحضير العام الدراسي يطرح الكتاب المدرسي نفسه بقوة ويتحدث المهتصون عن ضرورة متابعة المحتوى وتحيين البيانات المتعلقة بالمنهج التربوي على كل المستويات الدراسية الكتاب المدرسي خاصة ماهو متوفر ماهو متوفر في كل بلاد يجي الإدارات الجهوية يقال ماهو بالكم الكافي للمدارس ولا هو كم أوكل التلميذ عنده كتاب مدرسي كتاب الكافي في اللغة العربية كبير حجمه كبير وثقيل قام على 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 تلاميذ مهستهم ما يقدر يقوم عنان هم يالتهم يعدل يعدل كتاب يعدل يعود محتوى يقدر يترام مع التلميذ خلال الأيام القليلة الماضية نظمت وزارة التهذيب الوطني لقاء تربويا تشاوريا يرمي إلى التحضير الجيد للعام الدراسي الجديد وقد جمع اللقاء العديد من الفاعلين في الحقل التربوي وذلك بهدف تدارس جملة من الأهداف تتعلق في جوانب منها بواقع القطاع وآفاقه والخريطة المدرسية ودورها في تحسين الولوج والرفع من نوعية التعليم بالنسبة المشاركين هم المدراء الجهويين والمدراء المركزيين والعمل يتمحور أساسا حول النقاط العاتية تدقيق والتمحيص في العمق المشاكل المطروحة على المستوى الجهوي وكذلك المستوى المركزي سبيلا لإيجاد حل حل لهذه المشاكل ما هي ما يتعلق بالوسائل التي تخذت من أجل الافتتاح ومع نجاح هذا الافتتاح فهي كالآتي لقد تم تدارس النواقص التي قد تبين للوزارة أن تقوم بحل حالة لها فهي محصورة على مستوى النواقص من ناحية المصادر البشرية والبنية التحتية وهكذا كان لنا أن نقوم بتشاور ما بين الإدارة المركزية والإدارات الجهوية سبيلا لتطويق واحتواء هذه المشاكل في سياق اعتماد السنوات الأخيرة سنوات للتعليم يبرز اهتمام متزايد من قبل المنظومة التربوية الوطنية بمواكبة القرارات الهادفة إلى دفع العملية التعليمية وذلك عبر العمل على عدة مستويات من التشاور الفني وتفعيل الشراكة التربوية نشرتنا انتهت فإلى العناوين مجددا السلطات الحكومية تطلق عملية واسعة في الواكشوت لسحب مياه الأمطار من بعض المدارس تحضير الافتتاح العام الدراسي الجديد مصادر مصادر الإعلامية في سوريا تتحدث عن مقتل واحد وستين مدنيا سوريا بينهم أطفال ونساء في الغارات الجوية الروسية المتواصلة على مدينة حلب في ملف النشر لهذه الليلة تابعتم العام الدراسي الجديد استعداد حديث وتحقيق النتائج نشكركم مجددا على حسن الإصغاء والمتابعة لقاءنا يتجدد بحول الله في العرض الإخماري الأخير عند متصف الليل في أمان الله اشتركوا في القناة